اشتركوا في القناة سنتناول اليوم الدرس الثالث في مجال الفقه وهو بعنوان أصوم شهر رمضان في البداية دعونا نرفع أيدينا للدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين سنتعلم اليوم يا أحبتي معلومات مفيدة عن رمضان ومبطلات الصيام وأصحاب الأعذار مع عائلة عبد الله ومرئة فهيا بنا والدتي يقول جدي إن رمضان أتى لزيارتنا نعم يا أبناء قدن إن شاء الله هو أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى المسلمين جميعا بكل خير أسأل الله أن يوفقنا فيه لطاعته وأن يجعلنا من عتقائه من النار والدي ما هو شهر رمضان؟ هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن وفيه يكون الصيام وما معنى الصيام؟ الصيام هو يا أحبتي الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية لله تعالى وصوم رمضان يا أعزائي فرض على كل مسلم عاقل بالق بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أستطيع أن أسألك يا والدي نعم يا عبد الله تفضل بالسؤال ما مبطلات الصيام يا والدي من مبطلات الصيام يا أبنائي الأكل والشرب عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وكذلك القيء عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فليس عليه غضاء ما حكم من أكل وهو صائم وكان ناسيا يا والدي من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صيامه وليس عليه شيء ولكن من يتعمد الأكل أو الشرب فصيامه باط يجب علينا يا أحبتي أن نتجنب مبطلات الصيام تعلمنا يا أحبتي مع عائلة عبد الله ومريم أن الله تعالى أوجب لنا الصيام والآن لنفتح الكتاب المدرسي صفحة 118 لنجيب على النشاط باء من يستنتج لنا الأحكام الشرعية من خلال الحديثين السابغين أحسن فيه من أكل ناسيا فصيامه صحيح ومن تقيأ عمدا فصيامه باطل بارك الله فيكم يجب علينا يا أحبتي أن نتجنب مبطلات الصيام لنستمع يا أحبتي لصديقتنا مرح لتعرفنا على أصحاب الأعذار في شهر رمضان مع لعبة العجلة تهيّا بنا سوف أعرفكم يا أحبائي على أصحاب الأعذار في شهر رمضان الحامل ثانيا الكبير بالسن العاجز عن الصوم ثالثا المرضع رابعا المريض وخامسا المسافر شكرا لكم يا أبنائي مع السلامة بعد أن تعرفنا يا أحبتي على أصحاب الأعذار في شهر رمضان هيا بنا لنفتح الكتاب المدرسي صفحة 119 لنجيب على النشاط الثالث حول أسباب إباحة الفطر لأصحاب الأعذار السابقة هيا لنفكر لماذا بارك الله فيكم لأن الإسلام دين يسر فيعذر من لا يستطيع الصيام في رمضان ما رأيكم يا أحبتي بالذهاب إلى البحر لصيد السمك أهلا بكم يا أصدقاء ساعدوني في الإجابة على الأسئلة للعثور على الكن ما حكم الصيام أحسنتم فرض على كل مسلم عاقل بالق أذكر اثنين من أصحابي الأعذار في شهر رمضان المسافر والمريض شكرا لكم لقد أثرت على الكنز إلى اللقاء إلى هنا يا أبناء المتعلمين والمتعلمات نكون قد أنهينا الدرس شكرا لكم لحسن الاستماع نلقاكم إن شاء الله تعالى بدرس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر